وصل نحو أربعمائة فرد من الرعاية المصريين والأجانب إلى ميناء سفاجة المصري على متن سفينة حربية مصرية بعد إجلائهم من ميناء بوش سودان أفاد موفد القاهرة الإخبارية أن أفراد القوات المسلحة المصرية قدموا دعم لوجستيا للعائدين المصريين والأجانب حيث قدموا للعائدين الدعم الصحي والغذائي وتعد هذه هي عملية الإجلاء البحرية الأولى التي تقوم بها مصر لرعاياها ولرعايا أجانب من السودان الحمد لله كان يعني أنه خلاص تعالي على طول عشان الإجلاء يتم والحمد لله جينا يعني من لحظة وصلت برسودان يعني حسنا باحترام شديد يعني وخدمات ممتازة بالذات بالذات في الباخرة بصراحة يعني كانت فوق التصور وكل الطاقم يعني على الضباط كانوا تحت الخدمة لما نحتاجنا تواصل مع أهلنا يعني فوفروا لينا لما حتى الأولاد كانوا بيحبوا يغيروا كده كانوا يعني الترفيه كله كان متوفر فبصراحة أنا ما كنت متخيل الخدمات حتكون بالمستوى ده يعني فبشكرهم كتير القوات المسلحة وإن شاء الله ربنا يحفظ مصر ويحفظ أهلها يعني أنت بلعب في نادي الناصر في السودان والنادي كان عايزة نزلنا طيران وكده بس السفارة وصلت معهم قالوا لهم لا يبعتهم لنا احنا نتصرف وننزلهم والقوات البحرية بصراحة والله عملت مجود كبير والسفارة معنا برضو في السودان عملت مجود كبير والله يعني وبصراحة يعني معاملة كانت كويسة جدا ولا حتى وإحنا جايما برضو في السفينة كانت أهلى معاملة بجد يعني زوجة عندها جنسية مصرية توصلت مع بنات خالتها في مصر مع وزارة الخارجية فقال له هي ترسل الورق بتاعها ورسلها على القنصلية ببورت سودان قالوا الورق مقبول ممكن يجي على بورت سودان طوالي وهما في السفينة والله يعني أي خدمة احنا محتاج الله يعني يقدمها لنا يمكن زوجته حامل حتضع في نهاية شعر خمسة إن شاء الله فقدوا رعاية خاصة ويجتموا به اهتمام شديد يعني كل الضباط والله من الجنود لحد الغيد السفينة اهتمام كبير تعامل راغي محتاجين حاجة أي حاجة يقدمها لنا حسنوا فعلا إنه إحنا يعني بالنسبة لنا طبعا لأنه طبعا السوداني حسنوا كانوا في بلدي تاني يعني حقيقة يعني ما حسنوا إحنا ناس غربة ما كان في أي تفرقة بين السوداني والمصريين إذ عاملنا كلنا معاملة واحدة حتى داخل العنبر إنك في مصريين متجوزين سودانيات وفي سوداني يعني في مصريين متجوزين سودانيات وفي سوداني برضو متجوزين مصريين يعني فحكاية يعني هي لقيمنا أسرة واحدة يعني